أكدت وزارة الزراعة أن حديقتين الحيوان والأرمان ستظلان تابعتين لولاية الوزارة ولا صحة إطلاقاً للشائعات والأكاذيب بأن هناك نية لنقل ملك يتهمى لأي جهة أو دولة أخرى وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وأليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التي تقدمها بشكل أفضل فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يسهم في إعادتهم إلى وضعهم السابق حتى تصبح أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة للمصريين كما أكدت أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتين الحيوان والأرمان وسوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبشراكتي مع القطاع الخاص المصرية بما يمكنها من تحقيق متطالبات التطوير